كتابة المقالة أول خطوة هي اختيار موضوع المقالة مثل ما كنا في البحث أول شيء نختاره هو الموضوع بالتالي فإن اختيار هذا الموضوع سيخضع لذات الشروط من أن يكون واضحا ودقيقا ويصيب النقطة المرادة ولا يكون فيه إبداعات واستطرادات أو يكون فيه ما يوحي بالفكرة من غير أن يصيبها مباشرة إذن العنوان لابد أن يكون واضحا ويأتي اختياره بعد جمع المعلومات حول هذا الموضوع الذي يريد أن يكتب فيه مثل ما في البحث أيضا وجمع هذه المعلومات سوف يتطلب من كاتب المقالة القراءة والنظر والمطالعة في مصادر كثيرة تخدم هذا الموضوع الخطوط الثانية لكتابة المقالة تحديد الأفكار الرئيسة للموضوع مثل ما قلنا في البحث القضية الجوهرية المشكلة السؤال الكبير والأسئلة التي تتفرع هنا أيضا تأتي الأفكار الرئيسة هذه التي يريد أن يتناولها كاتب المقالة في موضوعها بشكل واضح تعرض بشكل واضح أصلا هذا يتطلب أن يكون كاتب المقالة أصلا قد جمع المعلومات الكافية واستقرأ الفكرة لكي يدونها في مقالته وبالتالي فإن المادة ستكون مجموعة بين يديه ويسهل عليه عرضها بسلاسة وهكذا فإن تحديد الأفكار الرئيسة للموضوع هي الخطوة هذه التي تلت مباشرة اختيار الموضوع لأنه بعد أن يختار الموضوع سيجمع المادة اللازمة الخطوة الثالثة كتابة المسودة والمسودة تكتب في أربعة الأجزاء هذه العنوان والمقدمة والعرض والخاتمة ثم تأتي الخطوة الرابعة وهي المراجعة والتدقيق وكتب مسودة طالما أنها مسودة فهي بحاجة إلى مراجعة ما الذي يراجعه فيها؟ يراجع سلامة اللغة يراجع الأسلوب ودقة ومتانة وأنه فعلا سوف يوصل الرسالة التي يريد أن يوصلها أن تكون المعلومات الموجودة في هذه المقالة بما أنها مقالة منهجية بما أنها تخاطب الأفكار بما أنها تسعى إلى الحقائق فإنه يراجع المعلومات ويرى مدى أهميتها إذا كانت غير مهمة يستبعدها ويعني يحاول أن يوصل أفكاره أو يختبر الأفكار التي قدمها هل هي أفكار مقنعة أو لا؟ ثم الالتزام أيضا ببناء المقالة والتناسب بين أجزائها أن تكون المقالة قد بنيت بشكل سليم وكل شيء موضوع في مكانه المناسب والخطوة الأخيرة في كتابة المقالة هي كتابة النسخة الأخيرة بعد أن كتب المسودة وراجعها ويعني يكاد يكون متأكدا من أن كل شيء كما يريد يكتب النسخة الأخيرة التي ستكون نسخة الطباعة وهذه النسخة سوف ينقلها من المسودة بعد المراجعة